قبل ما ندخل عموماً في ثانية كل هذه التفاصيل المهمة والمصورة خلينا أقول لكم مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعي لأخير حسناً فعل بتكريم الرموز قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكريم المهندس عدل القيعي والكابتن محرم الراغب اتنين أصحاب مشوار طويل جداً في العطاء والإخلاص والانتماء للنادي الأهلي عبر كل الفترات سواء من شغل منهم عضوية مجلس الإدارة والاتنين كان لهم باع طويل في مجلس إدارة النادي الأهلي ثم أيضاً في إدارة النادي من خلال مقعد مدير النادي الأهلي مشوار حافل بالعطاء في مختلف مقاعد العمل الإداري والرياضي والإعلامي وبالنسبة لكابتن محرم الراغب الرياضي في حمام السباحة والإشراف على أجهزة ألعاب المقل سنوات طويلة مشوار حافل ومسيرة مشتركة ربما يمسك لساني فيها وجود المهندس عدلي إلى جانبي وهو دائماً يستحق من الكثير والكثير لكن أعتقد مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب حسناً فعل بتكريم رمزين كبيرين هيكون التكريم ضمن احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العشرة الأهلي ينوي تنظيم احتفالية كبيرة الحالة لأن لو فاكريني كابتن محمود الخطيب لما قال للعيبة مع ختام مباريات الدوري إحنا ما عرفناش نحتافل بيكم كويس ضغط الجدول وتوالي المباريات خلتنا ما نقدرش لنقول لكم برافو إن أنتوا خدتوا بطولة أفريقيا التاسعة ونشكركم نحتافل بيكم جبتوا لنا كمان العشرة خلال بضعة شهور معرفناش نحتافل بيكم روحتوا كأس العالم للأندية تلعتوا التالت العالم معرفناش نحتافل بيكم خدتوا الدوري على التوالي في المواسم الأخيرة خمس مرات أيضاً كان النادي ما بيقدرش يحتافل نظراً لهذا الجدول المضغوط والسوبر والسوبر الأفريقي والسوبر المحلي فحسناً فعل مجلس الإدارة بعزمه تنظيم احتفالية كبيرة لتكريم أبطال أفريقيا وأصحاب التاسعة والعشرة والسوبر وأيضاً تكريم الرمزين الكبيرين المهندس عدل القيعي والكابتن محرم الراغب ومبروك ثقة المجلس وإن كنتم تستحقان الكثير يعني بسرعة كده عشان ما ضعش وقت الناس في حاجة يعني تبدو شخصية شوية الجام تاني إن أنا أرد هذا التقدير اللي أنا فجئت به وأنا قاعد في بيتي بتفرج على قناة الأهلي مبارح لقيت البار اللي فيه الأخبار تحت هذا القرار يعني بداية لابد أن أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على يعني رأيهم بأنني أستحق التكريم رفقة زميل عمري وصديقي كابتن محرم الراغب زي ما أنت أقول إداري تاريخي لألعاب الماء وصاحب أطول مدد متتالية في عضوية مجلس الإدارة والرياضي المثالي يستحق هذا التكريم صحيح تماما يعني أنا أشكر المجلس لحد بإذن الله ما استطيع إذا امتد العمر إن أنا أشكرهم بنفسي إن شاء الله نستحقان كل التكريم والاحتفاء الحقيقية من مشوار كبير وده خلينا أقول لكم فكريم مجلس إدارة النادي الأهلي ده وهو بيستهل عمله كانت أول حاجة حرص عليها الكابتن محمود الخطيب تكريم رموز النادي الرياضية من مختلف الألعاب وشفنا عدد من كبار أبناء الأهلي في مختلف الألعاب وهم بيكرموا والناس كتيرة كانت نسيت كل هذه الرموز الرياضية الكبيرة إلى أن قام مجلس الإدارة في افتتاح أو في بداية عمله بالتكريم هذه النخبة الرياضية الكبيرة على ذكر برضو مقعد المدير التنفيذي للنادي في نفس الجلسة بالأمس مجلس إدارة النادي قرر التصديق على ما انتهت إليه اللجنة التي شكلت لاختيار المدير التنفيذي للنادي وفقا للإجراءات التي تمت وأصدر المجلس قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي الدكتور سعد طوال الفترة الأخيرة كان قائم بالأعمال إلى أن تم الانتهام من كل الإجراءات فتقرر تعيين الدكتور سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي وبالنسبة لبعض الشخصيات التي تقدمت لشغل هذا المنصب واللجنة شافت فيهم كفاءات كبيرة جدا وعدت بتحويل أوراقهم للاستفادة منهم في فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامس اللي بدأ الأهلي من خلال اجتماع المجلس الأخير الترتيب لشراء كل ما يخص فرش الحدائق في النادي وكل ما يلزم سرعة إنجاز العمل في مقر الأهلي الجديد في التجمع الخامس ليواصل الأهلي مسيرة العطاء والنماء والبناء ده النادي الأهلي ودي رسالته كمان قرر المجلس بالإضافة إلى هذه التكريمات كرم فريق كرة اليد العائد من المغرب ببطولة أفريقيا حرص المجلس يمكن بعد الجلسة مباشرة على تكريمهم وعلى تهنئتهم ببطولة أفريقيا وعلى الشد من أزرهم قبل مباراة الصبر الأفريقي مع الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله يستحقون هذا التكريم يستحقون اهتمام المجلس والكلمة التي ألقاها بحقهم الكابت الخطيب ولكن أهم ما قيل في هذا الأمر اللي جاي اللي جاي يا رجالة نحن بنكرم اللي فات بس عندكم تحديات هامة جدا ما تنسوش إن اللي جاي لابد يعني نكرر هذا الإنجاز ونكرر هذه التكريمات بإذن الله وانت تأخذ بالأسباب والناس حت تعمل اللي عليها ويبقى يعني تحقيق البطولات بإذن الله توفيق من عند الله سبحانه وتعالى يستحقون هذا التكريم طيب لكن يعني شيء يسكر يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي أتصور منها كانت يعني من مصوغات الاختيار أنا وكابتون محرف إحنا اللي اتنين برضو شغلنا مش عدام مجلس إدارة سابقين ومديري ألعاب سابقين لكن يمكن مديري ساهمنا فيه إدارة أفهم من كده الدور في التكريم مع الدكتور سعد الدكتور سعد أولي الدكتور سعد طبعا كل ريمة في موقعه طبعا ويستحق التكريم كل يوم صحيح صحيح عايز أقولك أنا شخصيا استمتعت بحواره مع الأستاذ أحمد موسي بص بص كل من يسهم بإخلاص صحيح لصالح النادي الأهلي يستحق التكريم مش لأنه بيمنع النادي الأهلي بالعكس لأن دي بيبقى الوقود الذي يعني تغذي به هذا الشغف وهذا وهذا الإخلاص عند أي واحد بيحب النادي الأهلي إنك وهو عايش كده تقول له يعني ويلدان مثلا أو أي حاجة يعني برافو يعني كويس شايفينك بيبقى يعني حصيلة مشوار ما راحش بينك وبين نفسك تقول لك والله ده أنا مشواري الحمد لله إنه كان بتشاهد ده كلام مهم جدا لكن عود على بد حريت التطاول على الأهلي ملك وكتابة معني بحريت التعبير بحماية حريت التعبير وكان حتى من هذا المنطلق الجملة المحورية اللي دايما الحرسين عليها للمهندسة عدلي لفت النظر لها إنه كبيرنامج خلافنا دائما وأبدا مع المكتوب مع مقيل مش مع من قال ولا مع الكاتب عشان كده على ذكر برضو كابتل محمود الخطيب وهذه الجلسة فجأة كابتل الخطيب كان في مبارح الصبح في مقر النادي في الشيخ زايد بيتفقد الأعمال الإنشائية اللي بيستعد المجلس لافتتاح كان برفقة المهندس سامح علي كامل مستشار الهندس المجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي للإطمئنان على مجريات العمل في دي ممكن زيارة سابقة قديمة للكابتن الخطيب لفرع التجمع لكن اللي أنا بقصده يعني أنت راشي بنظر علي وتقول مجريات مجريات طباش ترجمة نانسي قنقر